اشتركوا في القناة الأستاذ الدكتور شادي علي حسين مدرس طب الأسنان بكل طب أسنان جماعة عين شمس دكتوراء علاج الجزور بجماعة عين شمس ماجستير علاج الجزور جماعة عين شمس زميلة كونجرس العالمي لزراعة الأسنان عضو الجامعية الأمريكية لعلاج الجزور المدربة المعتمد من جامعية العالمية لطب أسنان الرقمية ضايف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والأداء الرائع أستاذ دكتور شادي علي حسين أهلا بك وحشنا جداً يعني أنت ما بتوحشناش قوي بس يعني بتوحشني بالنسبة بقى عودة مرة اخرى للجمال يعني وحشك انت جميل كلام فيه بقى لنا كتير اه يعني هوا الفكرة ان احنا عادنا فضلنا ونطلع في السلم ونطلع في السلم ووصلنا للدور الاخراني بس احنا ادينا ادينا تركيبات المتحركة اللي هو الناس جريات جريات الكير اللي هم حقاهم بزيادة يعني انا اشكرك شكراً جزيلاً واحيي العمل اللي انت عملته فيه توعية الناس الكبار والمجموعة بتاع الحلقات بتاعته مازم مرجع قولها لانها مجموعة كبيرة على اليوتيوب النهاردة التجميل رجعنا للليانجي تاني واللكبار الحقيقة النهاردة بنخش للموضوع من بوابة تانية وهي ان ازاي نعمل الابتسامة بحيث انها تعود الاعضاء المحيطة بالاسنان بشكل مظبوط يعني ان انا النهاردة يبقى عندي ابتسامة جميلة تغير شكل الوش بشكل جميل تغير ملامح الابتسامة بتاعت الوجه تغير ثقة الشخص بنفسه فالحقيقة هي فيها مجموعة من الدراسات بتحتاج علم وهو علم الاوكلوجين او العضة وده تابع اكتر لقسم التركيبات المتحركة يمكن الناس لما بتسمع الموضوع تقولك ازاي التركيبات المتحركة تبقى عليها علاقة بالتركيبات السابقة ولكن الحقيقة العضة وتثبيت الحاجة اسمها الفيسبوك بيبقى فيه عامل حاجة زي حرف اليوكا وتتحط في الودان وبتتعامل على وبتسند على الانف بحيث انها تثبط لي اتجاه الاسنان تثبط لي مين الاعلى مين الاوطى يمكن دي مرحلة اللي بننقل بعد كده للكمبيوتر نقول له والله انا السنان دي الموقع الافتراضي بتاعها هيبقى في المناطق دي بحيث انه يبقى عندي ابتسامة جميلة فبتدينا ان احنا نعمل ايه؟ بتدينا ان احنا ناخد مجموعة من الاياسات الزيادة اللي ما كناش بناخدها قبل كده زي زي نبول حضرتك كده الفيسبو ده بناخد مأسات الفيسبوك القوس الوجه بالعربي القوس اللي بيركب على الوجه هو يعني قوس حاجة زي القوس كده بتتركب على الوش في الودان وبتسند على الانف وبتتحط فيه زي شمع بحيث ان هو يزبط اللي تجيها الاسنان الحقيقة ده كنا بنستخدمه زمان كنا بنستخدمه بس في الناس اللي ما عندهاش سنان لان هو ما عندهش سنان فانا محتاج ان انا اعرف فين موقع السنان المساني بتدينا لأ يعني بتدى الوقت التفكير ان احنا نستخدم الكلام ده مع الناس اللي عندها سنان عشان نرجع سنانها للوضع المسالي بحيث ان انا اعرف المسالي بتاعه فين لما يجي لي واحد يقولي لما بدحك جزء كبير من سنان يبيبان هل دي مشكلة ان السنان طلع على البر ولا مشكلة ان الشفة هي اللي بتطلع لفوق السنان في مكانها كويس ففي الحالة دي هل انا مثلا احط باطكس في الشفة علشان خطر ما تترفعش اوي مش هلعب في السنان ولا انا هبتدي ان انا احضر السنان دي ودخلها الجوة مين اللي يقول الكلام ده اللي يقول الكلام ده هي المقاسات بقى الجديدة اللي احنا بناخده النهاردة انت بتكلمي عن انه الاهتمام بالشكل الخارجي اللي ابتسامه والشكل التاخلي اللي ابتسامه ايه الحتة دي؟ الحتة دي ناس كتير متعرفش انه ما هي شكل الخارجي هو اللي في دماغي انا عايز الناس تشوف الابتسامه حلوه من بره من بره يعني شكل الداخلي ده كبا كويس انا انا النهاردة حريك لما بتيجي تفتسم المفروض انه لما بتدحك الوجنة دي او الخدود دي المفروض انها مسنودة بالانياب وبعدها الضواحك وبعدها الدروسة ده بالنسبة للعرض الديمينشن او البعد العرضي البعد الطولي حضرتك النهاردة كل ما بتيجي ارتفاع الاسنان بيقل بتلاقي ان الخدود دي بتبتدي ان الجروفز او النتوءات دي بتدخل لجوه اكتر وبتديني شكل اللي هو الكبر في السن او الولد ايجي الكلام ده بيحصل احيانا تلاقي شخص عنده فك ناحية اتخلعت السنان بتاعته وتلاقي هو بتاعد عن ناحية دي تلاقي هو تغير في السن سأله سنك كام تحس او ما تشوفه كده خاصة في الرجالة اللي هي مثلا نحيفة شوية تيجي تقوله ثنك كام يقولك ده انا سني ثمانية وتلاتين سنة ولا اتنين وتلاتين سنة تقوله ايه ده انت شكلك فوق الاربعين كويس ليه لان نتيجة الوجنتين او الخدود دي دخل الجوه نتيجة ان ما فيش سابورت او ما فيش سندة بالاسنان لشكل الوش لو احنا جينا لمثال تاني ان واحد اتعمله تركيبات مش مزبوطة الحقيقة الناس بتيجي تفتكر ان هي او احنا اللي ديناهم الاحدة اللي احنا معلمناهمش واحنا ما كناش فتنان كل جزء مرتبط بزيته يعني يقولك ايه انا عندي درسي هنا دكتور وجاني اعملهولي وعنده هنا تركيبة اصاده التركيبة دي ارتفاعها اقل من الطبيعي فلو حضرتك النهاردة في حاجة اسمها البيولوجيكال سبيس او المكان الطبيعي لكل سن فالمفروض لو انا عملت الارتفاع الطبيعي الهنا هتبص تلاقي انه وده ارتفاعه مش مزبوطة هتبص تلاقي العضة بص التمرار مش مزبوطة بص تلاقي ان شكل الوش من الناحية دي بقى غير شكل الوش ان هو ما بيستريحش انه يأكل الناحية دي فيبتدي يأكل الناحية التانية فحرك دي عضلة زي اي عضلة في الجسم لما حرك بتلعب عليها رياضة بتي تجبر لما بتلعبش عليها رياضة بتدمر اه العضو الذي لا يستخدم يدمر معروف فيحصل ايه ان الناحية دي تبقى شكلها اصغر من الناحية دي ليه؟ لان هو بيأكل على جنب وما بيكلش على الجنب التاني لان الجنب التاني فيه تركيبة هي مش وجعاه بس هو مش بيستريح في الناحية دي في واحد مركز في الكلام ده هيدي طبيع اشخاص فهيقول لك انا ما بيكلش الناحية دي في واحد تاني لما يركز يقولك آه ده أنا فعلا ما بيكونش نحن هو مش مركز هو خلاص طلال ما ما فيش واجع والموضوع اتنسى فالموضوع خلاص ما فيش مشكلة تيجي تكلمه على بال ما يساوي يقولك طيب ما هو دكتور مش واجع ما بتعيش شينه ليه حراك ده عاضد غلط فموضوع البعد يعني أنا دايما الفراغ بيبقى الفراغ سلاسي الأبعاد فالسنة بتبقى موجودة في فراغ سلاسي الأبعاد في مكان معين ايه في الأنسجة الحية اللي عرف الوش فتديني شكل الوش هاي سالسا ارتفاعها قد ايه فتديني طول الوش احيانا فيه ناس بقى شكل وشها مطولوا لها شكل معين وبعد ما يتأكل الأسنان يبقى لها شكل تاني ببساطة حضرتك مثلا ده اللي بقينا الصورة اللي بقينا بنصورها بقى تفتكت كنت زبا من بصور لك صور قريب قوي اه كنت بحط لك بس البق اه تدخل على السنان وبس وقرح قلنا بندرس بق فاللوقتي لأ أنا ببص على النتوءات اللي موجودة في شكل الوش وازاي الأسنان مأثرها على الوش لما ببص حرك على الفراغات لما ببص على الصورة اللي فاتت اللي فيها الأسنان دي الفراغات اللي ما بين الأسنان والبروز بتاع الأسنان الأمامية مقابل الأسنان الخلفية هتلاقي ان مكان الأسنان السفلية الأمامية طالع لبرة عن المكان الطبيعي فحصل إيه لما طلعت لبره عما كانها الطبيعة تدت تعمل تآكل في الأسنان العلوية ليه لأن الأسنان العلوية بقى بتغبط فيها أج تو أج بالحافة بدل ما كانت هي الفوق مغطية اللي تحت بقت اللي فوق بتغبط في اللي تحت بالحافة بتاعتها فتبتدي كلام ده كله تلاقي لو بصيت وراء يمين هتلاقي بعد أولا هو نفس الشخص نفس الشخص ونفس الأسنان الجديدة بتاعتنا نحطهم جمع بعض نحط جمع بعض هل عادتك تشوف شكل النتوءات بتاعت الوش اختلفت ازاي؟ بالضبط عدد الفولد عدد التانيات الوجهية اللي كان موجودة قبل كده وعدد التانيات الوجهية بالضبط شايف شايف فارغ وعوضي الله حددك ده مجرد يعني الصورة دي بمجرد مركب لو بعد كمان شهر ولا اتنين هتبص تلاقي شكل الوش نفسه بيصغر شايف حددتك الرقبة النتوءات بتاعت الرقبة الكلام ده كله عدد التانيات اللي كانتها جانب الفم واحد اتنين تلاتة ويمكن واحد اربعة هنا واحد بس بالضبط لو بعد شوية بتلاقيها اقل واقل واقل نتيجة ان اولا العضلة بتجبر يا دكتور ايمان انها تبطي تشتغل بشكل اكبر فيبتدي شكل الوش يختلف الاتجاهات بتاعت الاسنان بتظبط المفصل وبتظبط الانسجة والجلد والكلام ده كله من غير تجميل المجرد انه هو يعمل اسنانه بشكل مظبط تلاقي انه الشورد ده ده long term تجميل مدة طويلة عارف حضرتك لو ده اتحطي له بوتوكس في الوش هتبص لحضرتك انه بتاعت التجميل طبعا هزعله مني من الكلام ده بس يعني هتلاقي انه هو لمدة قصيرة ولكن هو بيسند الجلد عن طريق انه بيملى بالفيلرز او بالبوتوكس الجروفز دي او النتوءات دي الفيلر يملى يملى الفيلر وتحت السنان مش موجودة انما لما تحط سنان من غير ما يملى اي حاجة تحط سنان for long term هتفضل لمدة اطول الشكل بتاع الوش احسن بكتير لانما التاني ده بعد شوي هبصد ايه انه هو هيروح تاني لان ده مش طبيعي الطبيعي انه يتسند بالعظام بتاعت الفك ويتسند بالاسنان عايز سمعك سؤال جمهور عايز نسمع صوت جمهورنا نعم نسمع صوت جمهورنا انا كنت سمعت ان في حاجة اسمعها فينير فالفينير ده المفروض انه هو بيشيل طبقة الميناء من جوه فهل ده بيأذي قوي على اللون كترم او لا ده فتنة العزيزة شابة بتسأل على السؤال المباشر تخلي بالك يا عندنا مشاكل في السنانها مش قادرة تتكلم وتفتحها بتنسى اقولك خلاص بيت خبيرة بكتراج انا عاشر الامر انا عاشر تجو اسمع الحقيقة لو انا عايز قبل ما اجاوب على السؤال انا عايز اعلق على اللي انت قلته ده قدقينا كان السنان يا دكتور ايمان بيأثر في حركة الشفة على الأسنان وعلى النطق بتاع الحروف فتلاقي ان السنان دي عشان خاطر هي عندها القواطع طالع قدام شوية البرة والانياب داخل الجو شوي فتلاقي ان الحديث او طريقة الكلام تلاقي ان على طول الحتة دي كأنها متجمدة ليه؟ لان حرك زقتها البرة شوية ومكانها بدل ما هي انا انا ما عنديش هنا حاجة سندة الحاجة السندة دي او في مكانها المزبوط فدي بيتحرك كويس جيت انا شدته البرة كده فجيه يتحرك ما بتحركش فتلاقي الشفة باستمرار كأنها مشدودة والكلام بيطلع بشكل مش مزبوط زي كده شبه دي دي حالة من حالاتك دي حالة اهي دا كان مجرد الأسنان نفسها هو محتاج يعمل تجميل قشرة تجميلية يجمل شكل أسنانه ومكسرة من قدام ولونها بني وفيه تراجع في اللاس شوية بس بات دي وفيه السندان طالع القدام من قدام وبتاكد الحقيقة مش مكانتش مزايد اه هي ممكن السندة لتحت يمين دي بس ودي اللي هتحتاج يعني تربوش انما الباقي اشرة دا طبعا بعد ما خلص الاشرة بتاعته في مكانها المزبوط هو دا اللي انا عايز اوصله بقى حاجة مهمة او دي اشرة دي اشرة تجميلية بس يمكن تحت يمين فيه تربوش دي الحالة دي لازم تحل على توفيزز او على مرحلتين الحالة الاولانية ازالة التساوز عمل حشو العصب بناء الاسنان بحشو ابيض وعلاج اللاسة قصة كبيرة ثم بعد كده ابتدي اعيد تقييم الاسنان كلها بعد معالج اللاسة وابتدي اقوم عامل التركيبات النهائية بتاعتها مش قصة كبيرة بالنسبة للمريده قصة كبيرة بالنسبة لنا نصل للشكل دا انما المريد بالنسبة له الكلام دا ممكن يخلص في اسبوع عشتين الفكرة في ايه بقى دكتور ايمان الشخص دا هو لسه معندوش يعني هو اسنانه مسويسة ومدايقاة وبتوجعه بس لسه معندوش مشكلة تعضة او ممكن يكون عنده مشكلة تعضة في المنطقة الخلفية لو انا حطيت له الاسنان دي من غير مظبط السمائل ديزاين وتصميم الابتسامة والفيسبو ريكوردز والعضة والكلام دا كله انا هعمل له اسنان اه شكلها حلو هعمل له اسنان اه ترجع السنان انا ما نشوف السنان قبله وبعده انا سأقول هاي والدنيا جميلة دا دا السنان بقت جميلة هو في الاول هنبصد بكاة دي علي لو انا ما زبطلوش العلاقات دي فالاشتر ايه دلوقتي مش الاشتر بس اللي يعمل سنان شكلها حلو الاشتر انه يعمل سنان شكلها حلو محطوطة في المكان الصح بتاعها ما يتمتش بس على بتاع التركيبات السابت عشان يعمل له فك لازم يخش بتاع التركيبات المحركة يعمل عضة يعمل علاقة يعمل علاقة فك بفكين يعمل طول الاسنان المفروض يبقى عامل ازاي ويحط مقاييس قياسية بالنسبة للحالة دي والله انا عندي الزاوية في حاجة اسمها الكونديلر انجل في الزاوية اللي بينزل بيها المفصل اللي لتحت هو ادي المفصل هو ادي العظمة بتاعت الجمجمة فبينزل كده لتحت بزاوية معينة الزاوية دي بنقسها ليه حضرتك النهاردة الزاوية دي تحدد طول النتوء بتاع السنة يعني حضرتك النهاردة لو انا عندي الجمجمة شكلها هعمل كده وبينزل فجأة كده بزاوية صغيرة جدا حضرتك لو انت عملت نتوءات عالية في الاسنان هتبص تلاقي ان المريض لما يجي زحلق كده اسنان والقدام هتلاك هتغبط ليه لان الزاوية بتاعت مفصل الفك قليلة صغيرة فانا عملت اسنان شكلها ايديل وفي الاخر لما رجبت ما بتمشيش عامل زي العمل كويتش عربية مربع تفاهمني خلاص العيان مش عارف يعض كويس هيقولك انا عندي اتفك بيطرقع بعد ما عملت التركيبات بتاعتي فوق وتحت ويقوله انه روح لبتاعك راحة وروح لواحد بتاع مفصل الفك ويروح له مش عارف لواحد مين وعندك مشاكل فك كده انت عايز واحد متخصص فكين وهو عمل تركيبات شكلها حلو وتسقف عليها وقال برافو وفي الاخر هي مش متنسبة مع البيولوجية بتاعت جسمه لو عندي في نفس الوقت برضو الزاوية عالية وتعامل السنان السطح بتاعها مسطح المريض هيجي ياكل هيحس نفسه ان السنان بتفتح بدري قوي يعني السنة بينزل وبيفتح اللمس ما بيلمسوش بعض بدري جدا فيلاقي نفسه مش عارف يمضغ يقولك يا دكتور ان حسن السن انت حطالي دي ما بتمضغش تقوله ازاي دي هايلة ده انا عاملها عند المعمل التركي اللي جاي من عندي مش عارف مين دي احسن سنان في التاريخ ليه هو المعمل ملوش زمد القياسات اللي وصلها الدكتور للمعمل مقصد فبالتالي المعمل اشتغل على ريكوردز اقل فبالتالي طلع الستاندر اللي هو مش متناسب مع هذا المريض السئلة سريعة جدا اجابات سريعة جدا حشوات التجميلية تعد ايه في بوق الانسان الحشو التجميلية دي موضوع مهم قوي قوي الحقيقة لان الناس مش فهم الفرق ما بين الحشو الابيض والحشو البرسلان الحشو الابيض ده الحشو بلاستيك حلو على عيني وعلى راسي بس حالك في خلال سنتين تلاتة هتشيله ولما هتشيله هتشيل جزء من السنين معاه فالاحسن ايه الحسن ان احنا نعمل حشو البرسلان حشو البرسلان اتيز يعني هو 95% زيه زي التربوش نفس ما التربوش بس تحطه جوا السنة فانت بتعوض الجزء ناقص من السنة بدلا ما بتحطه تربوش وتعوض جزء الناقص من السنة من البرسلان فبالتالي بيقعد for 15 years وبنتبقى الدنيا جميلة جدا اكل واشرب عليه عادي ما فيش هاي مشكلة طبعا وما فيش الحساسية اللي مع السخن والساعة دي دكتور ايمن لان الحساسية دي دايما بتحصل من انكماش الحشو بشكل سريع وده اللي دايما من معظم الاحيان بيحصل مع الحشوات البيضة اللي هي البلاستيك اللي هو الكمبوزت ولكن لو البرسلان بيبقى درجة انكماشه اقل بكتير فبالتالي الحساسية دي نسبتها اقل بكتير ما بتزهرش؟ نيرلي لأ طبعا دورتنا دكتور شادي كانت ضعيفي العزيزة القمال علماء المتميزة بسد دكتور شادي علي حسين كالدكتور خليكوا دايما مع الدكتور